صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التليفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر صباح الخير يا محمد صباح الخير عليك يا منا صباح الخير والسعادة على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان صباح المشاركة الإيجابية على كل المصريين وتحديدا طبعا المصريين بالخارج النهاردة بتنطلق انتخابات الرئاسة المصرية 2024 بتنطلق عملية تصويت المصريين بالخارج اللي هتستمر لمدة ثلاثة أيام على مدار النهاردة الجمعة والسبت والأحد في جميع السفرات والقلصليات المصرية بالخارج طبعا التصويت في الانتخابات في الخارج مش بس للمقيمين أي مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين وهو متواجد بالخارج دلوقتي سواء كان مقيم أو مسافر في الزيارة عمل أو حتى سياحة بيحقله أنه يتوجه للسفارة ويضلي بصوته في العملية الانتخابية بشرط أن يكون معاه بطاقة الرقم القومي أو معاه جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي الحقيقة حوالي 14 مليون مصري بالخارج مدعوون النهاردة للمشاركة الإيجابية والسياسية والإدلاق بصوتهم في انتخابات الرئاسة 2024 تصويت المصريين بالخارج حيتم في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة بيشرف عليها رؤساء السفارات والقنصليات المصرية في الخارج والهيئة الوطنية للانتخابات طبعا وفرت كل الإمكانيات اللوجستية اللازمة للتسهيل على الناخب المصري في الخارج للتصويت ولإثبات حضور الناخب بشكل إلكتروني من أجل رفع اسمه من كشوف التصويت الداخلية منعا لازدواجية الاختراع الحقيقة أن المنافسة في الانتخابات الرئاسية هي منافسة على العمل الوطني وترسيخ الممارسة السياسية وكمان تعميق للحقوق الدستورية والديمقراطية في مصر عشان كده دايما بنشجع بعضا على أننا ننزل ونشارك ونقول رأينا ونختار الأصلح لقيادة الدولة بحجم ومكانة الدولة المصرية النهاردة هنتابع مع حضراتكم عملية توفض المصريين على السفارات والتصويت في الانتخابات الرئاسية مرة تانية بنصبح على حضراتكم صباح الخير يا مصر